بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في دستان جديد من دروس مادة الدراسات البلاغية والنقدية كنا قد حدثنا في دستان الماضي عن الإنشاء وعرفنا الإنشاء هو الذي لا يحتمل صدقة أو الكذب وعرفنا أيضا أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين قسم منه يسمى إنشاء طلبي وهما يطلب منه وعرفنا أيضا أنه هو أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء وعرفنا القسم الآخر الذي هو إنشاء غير طلبي وهو مدح أو ذم المدح أو الذم وعرفنا أن الطلبي مقصود به أن يطلب منك شيء كالأمر والنهي وغيرها وعرفنا أيضا أن غير طلبي الذي لا يطلب منه شيء فقط وإنما يذكر سواء كالتعجب والمدح والذم يشاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة لأستاذ محمد القبيشي اليوم سنتحدث عن مباحث الإنشاء الطلبية الأمر والنهي الأمر والنهي وأن هنا سنفرد الأمر لوحده والنهي لوحده في هذا الكتاب نحن ما زلنا في الوحدة الأولى دراسات بلاغية وعرفنا كذلك أن هذا الكتاب ينقسم من قسمين القسم الأول يتحدث فيه عن دراسات بلاغية وقسم الثاني يتحدث فيه أو أن سيكون الحديث بإذن الله تعالى فيه عن الدراسات النقدية دراسات بلاغية في الوحدة الأولى في الموضوع الثاني ما زلنا من مباحث علم المعاني ونتحدث علم المعاني وعرفنا أيضا أن البلاغة تنقسم ثلاثة علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وبدأنا بعلم المعاني الذي يهتم بأحوال تراكيب الجمل ومطابقتها لمقتضى الحالة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس خامسا من مباحث الإنشاء الطلبي من مباحث الإنشاء الطلبي عرفنا أن الإنشاء طلبي وغير طلبي وأن الطلبي منه الأمر والنهي منه الأمر والنهي وسنعرف في هذا الدرس الأمر والنهي وكذلك سنأخذ أيضا الاستفهام من باحث الإنشاء الطلبي كذلك الاستفهام هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس الأمر والنهي أولا الأمر والنهي وهذا من باحث الإنشاء الطلبي في بدء هذا الدرس نتعرف معا على المراد من كلمة الأمر وكلمة النهي نعني بالأمر طلب فعل الشيء عندما أقول أكتب فأنا أطلب منك فعل الكتابة عندما أقول لا تكتب أنا أنهاك أو أطلب منك عدم الفعل فهنا نعني بالأمر طلب فعل الشيء على سبيل الاستعلاء والإلزام على سبيل الاستعلاء والإلزام فحين تأمر أخاك الصغير بطاعة أمك في قولك أطع أمك أو حين يأمر أبوك أخيك بمذاكرة دروسه في قوله ذاكر دروسك وهذا من الأعلى إلى الأدنى وهذا أمر أنا ذاكر للأب إلى الإبن ذاكر وكذلك أطع أمك لأخيك الصغير من أخي الأخ أكبر فإن كلا منكما يطلب من المخاطب فعل شيء ما إذن هذا أمر على وجه الاستعلاء يطلب من فعل شيء وهو الأمر والنهي عكس عكس الأمر وهو طلب عدم الفعل طلب عدم الفعل فنعني بالنهي طلب عدم الفعل على سبيل الاستعلاء والإلزام معنى أنه من الأعلى إلى الأدنى وهذا في الأمر والنهي وسنعرف من المساوي ومن الأدنى كنهي الرجل ابنه عن الكذب في قوله لا تكذب إن كان الأب يقول لابنه وهذا من الأعلى إلى الأدنى على سبيل استعلاء لا تكذب وهذا النهي عن الفعل لا تكذب وكنهي أيضا الأستاذ تلميذه عن الغش في قوله لا تغش وتلحظ هنا في جميع الأمثلة لاحظ الأمثلة السابقة سواء كانت في الأمر أم في النهي تلحظ في جميع الأمثلة السابقة تحقق شرطين الأول أن الأمر والنهي فيها صادر من الأعلى إلى الأدنى أن الأمر والنهي يصدر من الأعلى إلى الأدنى والثاني أن المطلوب بها فعل الشيء في الأمر أو تركه أما تفعل أو لا تفعل أن تفعل في الأمر أو لا تفعل في النهي وتحقق هذين الشرطين في صيغة الأمر والنهي يعني أن الأمر والنهي حقيقيا بمعنى إن طلبت منك مثلا الكتابة أكتب فهذا أمر حقيقي إن كان من الأعلى إلى الأدنى وكذلك إن طلبت منك مثلا الأب عدم الكذب تقول لا تكذب هذا أيضا أمر من الأعلى إلى الأدنى وهذا الأمر والنهي حقيقيا طيب إن كان من مساوين أو من أقل هذا سيخرج من الحقيقة وسنعرف ذلك ولكن هب أنك دعوت الله عز وجل قائلا اغنيني بحلالك عن حرامك لاحظ هذا أمر اغنيني لكنه من الأدنى إلى الله عز وجل الأعلى اغنيني بحلالك عن حرامك أو لا تحرمني من فضلك وهذا نهي أيضا لا تحرمني من فضلك أو أنك قلت لزميلك وهذا المساوي أعطيني قلمك أيضا هذا أمر أعطيني قلمك أو لا تجلس بعيدا وهذا أيضا فيه النهي فهل المراد من ذلك الأمر أو النهي الحقيقيا استأكد أنك عرفت أعتقد أنك بحصافتك وفطنتك وأدبك تدرك أنه لا يجوز لك ذلك لا يجوز أن تأمر الله عز وجل أو أن تنهى الله عز وجل وكذلك حتى زميلك والمساوي لك في المنزلة فالشرط الأول من إرادة المعنى الحقيقي للأمر والنهي لم يتحقق لم يتحقق لأنه ليس من الأعلى إلى الأدنى ونمى العكس إذ منزلتك أدنى ولا ريب من ربك كما أنك مساوي لزميلك في المستوى والمنزلة في المستوى والمنزل وهذا الأمر والنهي لا يعد حقيقي وإنما يقال أنه أمر ونهي لكنه يغير هذا فيه من الأدنى إلى أعلى دعاء في الأمر والنهي ومن المساوي التماس أو النصح أو إرشاد أو طلب بمعنى أنه ليس أمراً حقيقياً وليس نهياً حقيقياً فالأمر والنهي الحقيقي أو الحقيقيين لابد أن يكون من الأعلى إلى الأدنى هنا النشاط تأمل المثالين الآتيين قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقولك لشخص في أثناء غضبك عليه غضبت من الشخص فقلت له اقترب لترى ما أفعل هل الأمر فيه ما جاء على معنى الحقيقي؟ ما رأيكم؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اصنع ما شئت وهذا أمر اصنع وقولك لشخص في أثناء غضبك أنت تقول شخص وأنت غاضب اقترب لترى ما أفعل هل هذا الأمر حقيقي؟ جميل ثم تأمل المثالين الآتيين هنا قولنا في الدعاء اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا لا تآخذنا وهنا نهي هل هذا النهي حقيقي؟ بمعنى أنه نهي على وجهه حقيقي لا تآخذنا وقولك في أثناء نهار بارد لا تغيبي يا شمس لا تغيبي يا شمس هل النهي فيهما جاء على معناه الحقيقي؟ بمكانك أيضا التعاون مع زملاك والتفكير وذكر ذلك إذن الأول في المثالين الآتيين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقولك أنت لشخص في أثناء غضبك وأن تغاضب منه اقترب لترى ما أفعل وهذا أمر أيضا هل هذا أو هل الأمر فيهما جاء على معناه الحقيقي؟ وكذلك في المثال آخر في النهي جميل هل الأمر هنا جاء على معناه الحقيقي؟ أحسنتم هنا طبعا في المثال الأولين جاء الأمر فيهما خارج معناه الحقيقي وهذا في معنى التهديد في معنى التهديد وليس أمر يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع ما شئت مقصود به لا لا تصنع لكن معنىه تهديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت افعل ذلك وسترى أو ما سيحصل لك وكذلك في قولك أنت غاضب من شخص مثلا اقترب هل الأمر بمعنى اقترب القرب الحقيقي أو تطلب منه القرب لا وإنما تهدد أيضا اقترب لترى ما تفعل افعل ذلك وسترى مثلا أو ستجد شيئا آخرا كذلك في المثال آخر أو في المثالين آخرين في قوله تعالى أو في قول عفوان في قولنا في الدعاء اللهم لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منه وقولك في أثناء نهار بارد لا تغيبي يا شمس لا تؤاخذنا ولا تغيبي وهذا نهي هل النهي فيه ما جاء على معناه الحقيقي ما رأيكم لا تؤاخذنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفاء وتقول في نهار بارد لا تغيبي يا شمس جميل هنا أيضا خرج النهي عن المعناه الحقيقي طبعا لا تنهى الله سبحانه وتعالى من أعدنى إلى أعلى تقول اللهم لا تؤاخذنا وهذا ليس نهيا حقيقيا وإنما هو من الأدنى إلى الأعلى في مقام الدعاء في مقام الدعاء كذلك يا تغيبي يا شمس لا تغيبي يا شمس سيغلل لك نهي لكنك فيه شيء من التمني تتمنى أيضا عدم الغياب وهذا أيضا في الأول يكون دعاء وفي الثاني يكون التمني عندما تقول في نهار بارد لا تغيبي تتمنى بقاء الشمس سيغ الأمر للأمر سيغ تدل عليه وهي كما يلي أول سيغة الأمر سيغة فعل الأمر افعل اكتب هذه السيغة سيغة فعل الأمر أو سيغة الأمر كثيرة من ضمن سيغه بداية سيغة فعل الأمر افعل وهذا هو الأصل في سيغة الأمر اكتب ودرس واشرب واجلس كل هذه سيغة الأمر بفعل الأمر افعل بفعل الأمر افعل هذه السيغة الأولى وهي السيغة الأصل وهي السيغة المباشرة لفعل الأمر إذا صيغ فعل الأمر افعل وهذا هو الأصل في صيغ الأمر جميل أمثلة في قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة أقيم وآت ملاحظ في قوله تعالى كذلك وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وفي قولي من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئنه راكع هذا حديث صلاة المشهور أو المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار لاحظ هنا في أفعال الأمر أقيموا آتوا كذلك أدعو إلى سبيل ربك وأيضا هنا كبر اقرأ اركع أنقذوا كل هذه صيغة فعل الأمر المباشرة صيغة فعل الأمر المباشرة افعل صيغة فعل الأمر افعل الصيغة الثانية لفعل الأمر صيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر فعل مضارع لكنه جزم بلام الأمر أو سبق بلام الأمر الجازمة في قوله تعالى فليحذر أصلها يحذر فعل مضارع لكن سبق اللام اللام سبقت بهذا الفعل وهذا إلام تسمى الأمر الجازمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم في قوله أيضا في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فلينظر أشار طبعا فلينظر إلى هذا لينظر لتذاكر تذاكر في عم الظارع لكن سبق بلام الأمر وهذا الصيغة الثانية صيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هنا فعل مضارع لكنها طلب منك لتذاكر لا معنى محمد يذاكر دروسه يقول لتذاكر بمعنى ذاكر بمعنى ذاكر لكنه أتى بصيغة أخرى فأنا أطلب منك المذاكرة هنا أيضا فليحذر يطلب من الله سبحانه وتعالى حذر فليحذر كذلك لينفق ذو سعة الأمر أيضا بالإنفاق الأمر هنا بالإنفاق وياتصب بلام الأمر كذلك لينظر الأمر بالنظر وهكذا فهو فعل مضارع لكنه سبق بلام الأمر وهذه صيغة أخرى من أفعال أو من فعل الأمر من فعل الأمر إذن فعل الأمر بصيغة مباشرة يفعل أو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر أو مسبوق بلام الأمر جميل الصيغة الثالثة لفعل الأمر اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ بمعنى إِلْزَمُوا وهذا فعل أمر لكنه اسم يسمى اسم فعل أمر أنه يشبه الأسماء ولا فعال وقوله صلى الله عليه وسلم مَهْ يَا عَائِشَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَى وَلَا تَفَحْشُ مَهْ مَهْ بمعنى لا تفعل ذلك وكذلك صه بمعنى أسكت وغيرها من الصيغة الثالثة التي هي تسمى اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر صه وصه ومه وعليك كل هذه الصيغة ما يسمى باسم فعل الأمر باسم فعل الأمر عليكم بمعنى إلزموا عليكم بمعنى إلزموا ومه أيضا بمعنى التنبه أو الترك يَا عَائِشَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا تَفَحْشُ الصيغة الرابعة أو النوع الرابع من الصيغة فعل الأمر المصدر النائب عن فاعله المصدر النائب عن فاعله يعني مصدر ينوب عن الفعل عن الفاعل أو عن فاعله المصدر ينوب عن فاعله يقول ضرب فضرب الرقاب في قوله تعالى فضرب الرقاب يعني اضرب ضربا وصبرا قال ياسر اصبروا صبرا وهذا مصدر ينوب عن فاعله عن فعله الأمر وهو أيضا معناه فعل الأمر سيغ فعل الأمر أربعة سيغ هي فعل الأمر مباشرة وهو فعل أو الفعل مضارع المسبوق بلام المجزون طبعا بلام الأمر وهذا لتفعل تذاكر أو اسمه فعل الأمر مثل عليك وصهل ومه ومصدر نائب عن فاعله والمصدر نائب عن فاعله مثل صبرا أصبر معنا أصبر صبرا وضربا فضرب الرقاب وهنا ضرب معنا أضرب وهكذا فهنا المصدر ينوب عن فاعله إذن هذا النوع الرابع أو الصيغة الرابعة لأفعال الأمر جميل من الأغراض البلاغية للأمر والنهي هناك أغراض بلاغية للأمر والنهي وتخرج عن الغرض المعتاد قد يخرج الأمر والنهي عن معنيهما الحقيقيين إلى أغراض بلاغية مختلفة يدل عليهما السياق سياق الكلام وقراء الأحوال من هذه الأغراض أولها الدعاء أولها الدعاء وألف الدعاء وحين يكون ويكون حين يخاطب الإنسان ربه كالأمر في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فآتنا وقنا ليس فعل الأمر من أعلى إلى أدنى وإنما من أدنى إلى أعلى فهو خرج من صيغ الأمر أو من أمر إلى غرض بلاغي وهو ما يسمى بالدعاء فأنت تدعو الله عز وجل ولا تأمره وإنما تدعوه عز وجل والنهي في قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تآخذنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا كل ذلك صيغ النهي لكنها خرجت من الصيغة الحقيقية للنهي إلى صيغة الدعاء وقوله كذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وكالأمر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي في النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وأيضا هذا يدخل أو يخرج من الأمر إلى الدعاء فهذا الغرض الأول من الغرض البلاغية للأمر أو النهي الدعاء الغرض الأول هو الدعاء جميل باء الرجاء وحين يكون وحين يخاطب الإنسان إنسانا آخر أعلى منه منزلة إنسان آخر أعلى منه منزلة كقول كعب بن زهير للرسول صلى الله عليه وسلم لا تأخذني كعب لما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصيدة البردة المشهورة لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذرب ولو كثرت وإن كثرت فيي الأقاويل لا تأخذني وهذا نهي لكنه رجاء يتمنى أو يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هنا أعلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من كعب من الصحابي أو مخاطبة الإنسان للأمير كقول المتنبي لسيف الدولة أزل حسد الحسادي عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسد أزل حسد الحسادي عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسد وهذا خرج من أيضا من الأمر إلى الرجاء إلى الرجاء وهذا مقصود به من أدنى المنزلة إلى أعلى منزلة أيضا الالتماس من أغراض بلغي التي يخرج عليها الأمر أو النهي الالتماس وحين يكون وحين يخاطب الإنسان من هو مساوي له من هو مساوي له في المنزل كقولك لزميلك علي بالقلم أي أعطنيه علي بالقلم معنى أعطني القلم أو قولك له لا تتخلف عن محاضرة اليوم بمعنى لا تتأخر وكقول مالك ابن الريب فيا صاحبي رحلي دنى الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا في قصيدة مشهورة فيها رثى نفسه وكقول عبد يغوث الحارثي ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فما لكما في اللوم خير ولا لي وهنا أيضا يخرج من الأمر أو النهي إلى الالتماس إلى الالتماس يلتمس منهم ذلك التمني ويكون حين يخاطب الإنسان ما لا يعقل شيء مستحيل وعادة في التمني شيء لا يعقل أو غير يعني لا يمكن حصوله أو ما يعلم عدم قدرتي على تحقيق الطلب إما شيء غير عاقل أو أعرف أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك كقول السائق المتعجل يا سيارة أسرعي خاطب مثلا الجماد يا سيارة أسرعي وهذا أيضا أسرعي مع قام التمني يتمنى وقول الخنساء أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكياني لصخر الندى وهنا في رثائها لأخويها صخر معاوي وهنا في قصيدتها المشهورة وكما في قول البهاء زهير يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي وهذا أيضا في الأمر والنهي يدخل أو يخرج إلى غرض ملاغي وهو ما يسمى بالتمني جميل أيضا يخرج الأمر أو النهي إلى الإرشاد ويكون في مقام النصح والتوجيه من غير إلزام مقام النصح والتوجيه من غير إلزام يسمى إرشادا كقول عبد الملك ابن مروان لبنيه تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم وإن كنتم وسطا ستم وإن كنتم سوقة عشتم وقولهم لا تكن يابسا فتكسر ولا رطبا فتعصر وكقول أبي العلاء المعري لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم الحالف طبعا هنا يخرج من الأمر والنهي إلى الإرشاد النصح والإرشاد وأيضا هنا قد يخرج الأمر والنهي عن معنيهما الحقيقيا إلى التهديد ويكون في مقام الوعيد بالعقاب عند حدوث الفعل في الأمر أو تركه في النهي كما في قول الله سبحانه في آخر الآية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فليس المراد أن يفعل مخاطبون ما يشاءوا وكأنهم غير محاسبين على أفعالهم اعملوا هنا مقام التهديد ولكن المراد من الأمر هنا التهديد بقرينة ما جاء قبل الأمر وقوله بعده إنه بما تعملون بصير أي عالم ويعرف هذا العمل وقول المعلم للتلميذ أهمل واجبك أو قولك لأخيك الصغير اعبث بكتبي وأنت لا تريد من الأمر الحقيقي وإنما تهدد وفي النهي كقول الرجل لابنه لا تلقي بالا لقولي وقول المعلم للتلميذ لا تذاكر دروسك بدليل أن أمثال هذه الجمل كثيرا ما نختم بعبارة مثل وسترى عاقبة ذلك فيها معنى التهديد أو وستندم إلى آخره من المعنى الذي يخرج عن أمر والنهي التحقير ويكون عند إرادة التهوين من شأن المخاطب وقدرته كما في قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقول جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع وهذا أيضا من مقام التحقير والتهوين لذلك أيضا الخلاصة هنا طبعا الأمر والنهي الأمر هو طلب حدوث الفعل على سبيل استعلاء والإلزام الأمر طلب حدوث الفعل على سبيل استعلاء والإلزام والنهي هو طلب الكف عن الفعل على سبيل استعلاء والإلزام يخرج الأمر والنهي عن معنيهما الحقيقيين لأغراض بلاغية مختلفة تفهم من السياق وتدل عليها قرائن الأحوال ومن أهم الأغراض البلاغية المشتركة لهما الدعاء كما عرفنا سابقا والرجاء والالتماس والتمني والإرشاد والتهديد والتحقير كما قد يكون لكل منهما أغراض بلاغية خاصة غير ما ذكر معنى أنه قد تخرج جيد الأغراض تختلف عن الأغراض كثيرة جدا لكن كيف تعرف هذه الأغراض بحسب السياق أو بحسب ما يدل عليه القراءة للأحوال هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين